السادس من أذار عام 2021 يوم لا ينساه أهالي محافظة ذيقار إذ حطت في مدينة الناصرية ولأول مرة في تاريخها طائرة البابا فرانسيس حاجا إلى بيت النبي إبراهيم الخليل في مدينة أور الأثرية لتفتح هذه الزيارة آفاق ما بات يعرف بالحج المسيحي إلى أور فضلا عن انتعاش السياحة الأثرية جاءت زيارة البابا لتعطي دائم كبير جدا للسياحة الدينية والسياحة في العراق عموما حقيقة أنا لبست هذا الموضوع وكثير من أهل محافظة ذيقار لمسوا هذا الموضوع من خلال الزيارات والفرق الكبيرة جدا التي تأتي إلى محافظة ذيقار حيث أنه في أيام معينة من السنة يكون نسبة الإشغال 100% في الفنادق حقيقة مجيء الحبر الأعظم وصلت الضوء العالمي وليس فقط في مناطق معينة وإنما كل العالم ووسائل الإعلام على أهمية المراكز الدينية في العراق زيارة البابا فرانسيس التاريخية إلى ذيقار وجهت أنظار الحكومة العراقية إلى الاهتمام بهذا المكان الأثري والديني الأبرز في الجنوب فخصصت مبلغ 11 مليار دينار لتهيل مداخل المدينة الأثرية ثم أردفتها بمشروع مدينة أور السياحية التي وبحسب القائمين ستكون الأكبر في شرق الأوسط كلفت مكاتب استشارية تخصصية بإعداد ماستر بلان لهذه المدينة التي هي تضمن الأماكن الفندقية والمناطق الخضراء والمناطق السياحية والمجمعات التجارية والترفيهية وأيضا بالإضافة إلى بقية البنى التحتية الموجودة لهذه المنطقة أعطينا كل الموافقات بتخصية 900 دونة لإنشاء واحدة من أكبر المدين السياحية في الشرق الأوسط طبعا أكملت كل الخرائط لبلانات مالتها والتصاميم مالتها طبعا بها أسواق خاصة أسواق طراثية مراكز الزوار مراكز بحثية فنادق من الدرجة الأولى مراكز إستراحة الزائرين أيضا كنيسة بها مسجد بها لقامة العبادات بها مدينة متكاملة بالأمور الترفيهية والأمور الروحية وكان البابا فرانسيس قد أقام صلاة موحدة ضمت ممثلين عن الطوائف الدينية في العراق داعيا للسلام والتعايش الإنسانية لا سيما وأن الديانات الكبرى بحسب البابا تعود جميعا إلى أب الأنبياء إبراهيم الخليل وعلى الرغم مما تعانيه محافظة ذيقار من أزمات سياسية واقتصادية وتظاهرات شعبية إلا أن كثيرين يأملون في أن تستمر وطيرة العمل بتأهيل المدينة الأثرية عسى أن يسهم في تحسين واقع المحافظة المتعب علي العتابي الحراء ذيقار ترجمة نانسي قنقر